وصل حتى نهاية اليوم ويقاب من مليون ومئتين ألف حاج من مختلف دول العالم مع اقتراب موعد شعيرات الحج يقترب المشهد الأكثر تنوعاً عرقياً وثقافياً على مستوى العالم هذا المشهد المليوني الذي يمثل أكبر تجمع بشري على وجه الأرض تشكل تحدياً أمنياً وصحياً ولوجستياً اعتادت المملكة تذليله سنوياً حج هذا العام بدأ الاستعداد له مبكراً إذ أعلن وزير الحج والعمر الدكتور توفيق الربيع خلال مؤتمر صحفي وصول مليون ومئتي ألف حاج حتى هذه الساعة كما أشار إلى الحملة الدولية التي أطلقتها المملكة لأكثر من عشرين دولة حول العالم وذلك للتوعية بخطورة الحملات الوهمية وممارسات الاحتيال الإلكترونية فيما أكد في حديثه الدور الهام لمبادرة طريق مكة بوصفها تسهل على الحجاج حجهم عبر نقل أمتعاتهم إلى مقر سكنهم وتسجيل دخولهم إلى المملكة من مطارات بلدانهم مبادرة طريق مكة في أحد عشر مطاراً بسبعة دول بواقع مستفدين يتجاوز 250 ألف حاج لهذا العام مبادرة لا تتقاضى المملكة أي مبالغ مقابلها وتتحمل تكاليفها بالكامل تكاليفة هذه تتحمل الدولة بالكامل ولا تتقاضى عليه أي مبلغ أبداً مكافحة لعمليات الاحتيال ذكر الربيع أن المملكة أطلقت هذا العام خدمة التقديم الإلكتروني للحج دون وسيط أو مكاتب سياحية لأكثر من 126 دولة خدمات صحية وأمنية وأخرى لوجستية تعمل على تقديمها كل الجهات الحكومية لتيسير شعيرة الحج لضيوف الرحمن للإخبارية سعيد الحمد